مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دكتور محمد اسماعيل رمزي استشاري تصحيح الإبصار بالليزك وجراحات قرانية بمستشفيات ومراكز المغربي النهاردة أحب أن أتكلم معاك عن موضوع قرانية المخروطية القرانية المخروطية ده مرض موجود منتشر جدا جدا في منطقتنا في الخليج العربي وفي مصر والسودان واليمن وسوريا والأردن ملاحظين أننا الأعداد المصابة بهذا المرض في شبابنا بالذات لأن ده مرض يعني بيجي في مرحلة حوالي مرحلة البلوغ وبيتوقف تطوره تقريبا عند سن الاربعين بس المرحلة من بداية سن البلوغ لحد الاربعين بيحصل تطورات كتيرة بتهدد قدرة الإبصار بالنسبة للمصاب طيب مبدعيا نتكلم ايه هي قرانية القرانية احنا بالبلد كده بنشبهها بإزاز الساعة اللي هي أنسجة شفافة جدا في مقدمة العين بنقدر نشوف من خلالها أو الشباك اللي احنا بنشوف من خلاله ولون العين ده بيبقى حاجة في الداخل وبرضو لو شبهناها بالساعة بيبقى زي المينة بتاعت الساعة طيب القرانية ده هي شكلها عامل ازاي؟ شكلها نصف كروي أو عامل زي قبة المسجد اللي بيحصل فيه إيه؟ إن القرانية بتبدأ في فقدان هذا الشكل النصف كروي واتخاذ شكل قمعي أو مخروطي فده بيعمل اضطراب في الرؤية وبيحصل زيادة في تحدب القرانية عادة القرانية دي لها تحدب معين بيتراوح ما بين مثلا 38-39 إلى 44 في الحدود ده هي يعني بلاس ورماينس حاجة بسيطة التحدب ده يأخذ في الازدياد وتبتدي والقرانية في نفس الوقت تبتدي تنحف إن هي بيبقى فيه نقطة معينة ضعيفة في القرانية وبيبتدي يبدأ أمام ضغط العين الداخلي إن يحصل بروز في القرانية ده هي في نقطة ضعيفة معينة وتبتدي القرانية تأخذ الشكل المخروطي أو القمعي زي ما احنا بنقول إزاي بيناكتشف المرض ده لأنه عادة بيكتشف بالصدفة بيكتشف بالصدفة إزاي إن بيجي مريض عايز يعمل عملية تصيح إبصار بالليزك فنبتدي نلاقي هو بيعتقد إن هو مجرد عنده ضعف نظر والضعف النظر ده حيتصلح بالنضارة وإن هو بيبقى عايز يعمل عملية عشان يستغنى عن النضارة فلما بنبدأ نعمله الفحوصات اللازمة عشان خاطر نعمله عملية الليزك والفحوصات دي بتبقى عبارة عن تخطيط لسطح القرانية أو توبغرافيا القرانية وقياس لسمك القرانية وقياس حدة الإبصار عشان نعمله قياس نظر جديد اللي بناءة عليه هنعمله عملية الليزك أو تصيح الإبصار عملنا للفحوصات لقينا التحدب زايد عن اللزوم أو لقينا قرانية نحيفة لقينا النضارة ما بتوصلش لدرجات المطلوبة فبنبتدي الفحوصات اللي احنا بنعملها لها تخطيط القرانية ده هو بيبين لي درجة التحدب قد إيه اللي أنا بناء على درجة التحدب حبتدي أخذ قراراتي في العلاج مبدئيا لو هي درجات بسيطة جدا وبداية فقط بدايات فقط للقرانية المخروطية وين المريض بالنضارة بيوصل للرؤية الكاملة اللي هي 6 على 6 بعمله عملية اسمها عملية تثبيت للقرانية أو تقوية لجدار القرانية باستخدام علاج ضوئي اللي هو الأشعة فوقها نفسجية مع بعض القطرات العملية في حد ذاتها سهلة جدا 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 كل اللي بنعمله إن احنا بنقوي جدار القرانية بحيث إنه هو المخروط ما يزيتش والمخروط يقف عند المستوى ده هو في بعض الأحيان بيحصل تحسن نسبي في النظر بس درجة أو درجتين يعني مش حاجة بسيطة جدا جدا اللي ممكن يحصلها بس عادة بيبقى النظر على ما هو عليه بفرض إن إحنا لقينا إن التحدب أزيد من اللي إحنا عايزينه من اللي هو يصلح يقافه بعملية التثبيت لدينا حلول أخرى ما هي؟ لو لقينا التحدب مثلا أقل من 55 درجة ده ممكن إن إحنا بنحسن نظر شوية بحلقات بيتم تركبها أو دعامات بيتم تركبها في القرانية نفسها لو كانت الحالة متأخرة جدا والمخروط تحدبه تعدى 55 درجة بنتجه إلى عمليات زراعة القرانية إيه المشاكل اللي إحنا بنصادفها مع العيانين غالبا؟ مبدئيا أهم مشكلة اللي هي عدم قناعة المريض بالموضوع إن ساعات كتير جدا بييجي المريض في مراحل مبكرة يمكن جدا تدارك التدهر عن طريق إن إحنا نعمله تثبيت أو نعمله الحلقات ولكن نتيجة إن المريض بيبقى بالنظارة شايف شايف كويس؟ ما بقاش مقتنع يقولك طب ما أنا شايف أنا إيه اللي يكبرني إن أنا أخش وأعمل عملية وبتاع وأعرض نفسي العملية ليه وبنقعد نشرح له بنقول إن إحنا اللي بنخسره دلوقتي ما بنقدرش إن إحنا نكسبه بعدين أو ما بنقدرش إن إحنا نعوضه بعدين إن إحنا حاليا التحدب مثلا وصل درجات معينة ولو التحدب زاد عن هذه الدرجات خلاص التثبيت مش هينفع وإحنا نبتر نعمل حلقات برضو تلاقيه مش مقتنع قوي بالكلام ويلف ويسأل كتير ويتعطل عقبال ما يرجع لك تاني يعني المرحلة دي قد تأخذ الكثير من الوقت عقبال ما يرجع لك يكون خلاص هو دخل من مرحلة لمرحلة اللي بعدها خلاص يبقى التثبيت ما ينفعش والحل اللي قدامي الوحيد إن يكون زرعة حلقات ولو خد وقت أكتر ممكن بكل بساطة المرحلة يتدور أكتر ولاقي إن الحل اللي قدامي هو الزراعة فهو بتلاقيه ظهر لك بعدها مثلا بسنة ولا سنة ونص يقول لك خلاص يا دكتور أنا جاي أعمل تثبيت فتيجي تعمله الفحص وبالمناسبة طبعا بالنسبة لنا احنا هنا في مراكز المستشفى المغربي بنعمل الفحوصات وتصوير أو تخطيط القرانية بأكتر من تكنولوجيا لأن غالبا كل التكنولوجيات المتاحة في السوق بتغطي حوالي مثلا 80 أو 90% من الحاجات اللي احنا عايزين نكتشفها بتديني معطيات مثلا 80 أو 90% فلما بستخدم تكنولوجيتين مختلفتين ده بيغطي الجزء المفقود عند ده فاحنا هنا عندنا بنستخدم دايما التخطيط القرانية أكتر من تكنولوجيا بحيث أن أنا أبقى مغطي العين المريض حالة المريض بالكامل بحيث أن لو في تكنولوجيا معينة ما أظهرت ليش عيد معين في القرانية التكنولوجيا التانية بتظهره لي فببقى داخل وأنا متأكد تماما من أبعاد المشكلة فبتبقى المشكلة الحقيقة اللي قدامي هي إقناع المريض أن التأخر ما بيفدوش وجات لنا حالات كتيرة جدا 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 مبكرة ونقترح عليهم العلاجات وبتاعه وتلاقيه يعني يتردد يتأخر يروح ويلف ويسأل وبعين برضو مش دايما بيروح يسأل في مراكز متخصصة ساعات بيروح يسأل في مجرد ده كاترة عيون ممكن يكون دكتور لسه مبتدئ أو ما عندوش الخبرة في القرانية المخروطية يعني ما يديروش أو ما عندوش الأجهزة اللي تساعده فما يديروش الحل الحقيقي فتلاقيه غيب ويلجعلك وهو الحالة الضهورة زيادة وتضطر أنك تلجأ لحل جديد أو مش حل جديد حل الأصعب يعني زي بالزبط تركيب الحلقات ممكن أن أنا بعد كده أفاجأ إن لا خلاص الحلقات ما تنفعوش ويخش على الزراعة بس فهي دي المشكلة الحقيقية اللي بتقابلنا مع هذا المرض في بقى نقطة تانية إن المرض ده ممكن يظهر جدا في سن حوالين سن البلوغ فساعات بنلاقيه مثلا 9 سنين 10 سنين 11 سنة 12 سنة لما بيبقى مبكر جدا ده طبعا كل ما أوقفنا المرض كل ما كان أحسن بس في نفس الوقت المرض بيتطور في السن الصغير بسرعة جدا يعني السن اللي هو في سن 11 وال12 وال13 ممكن نلاقي إن حصل طفرة في المرض في خلال شهر أو 2 أو 3 اللي بنكتشف المرض عندهم فوق سن العشرين ده يعني ما أقدر مجازة نقول إن التأخير إن المرض ما بيتطورش بالسرعة الموجودة في السن الصغير ولكن بيتطور برضو يعني الإهمال فيه برضو حيؤدي إلى نتائج يعني مش هقول لك غير محمودة كل حاجة اللي هي إن شاء الله بإذن الله حل بس إيه يعني ممكن تبقى النتائج أسوأ شوية من لو كنا تدركنا الموضوع من بدري مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة